طبعا هلا فيكم أصدقائي أصدقائي قناة جودتوينز سلام عليكم ورحمة الله طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوع سيسو اليوم عن الكلمات المفتاحية الكيورد بلنار طبعا إحنا تكلمنا عنه من قبل هو بتعلق في جوجل لكن إحنا الغاية الأساسية أنه نجمع أكبر كم من الكلمات المفتاحية على أساس تستغلها في صفحاتك على الفيسبوك أو على الموقع تبعك أو على يوتيوب أو أي أن كان الشغل تبعك لكن الغاية الأساسية زي ما اتفقنا نفهم كيف الدنيا ماشية طيب تمام هلوقت على افتراض هذا الفيديو تمام طبعا فيديو بتعلق في شرح إنشاء اللي هو مدونة كذا كذا إنجليزية زين هذا الفيديو بسوس بدي أجي وبدأ أحط كلمات مفتاحية إلو لتكون مثلا مناسبة أو رائجة ففي هذه الحالة أنا إيش اللي بدأ أسويه بالظبط طبعا أصدقائي كلمة شرح إنشاء مدونة بلوجر إنجليزية خلينا أقول لك على افتراض إنه هي كلمة مفتاحية طويلة تمام طبعا إيجيت وعملت عملية كوبي هلوقت دخلت على التطبيق هات طبعا هذا التطبيق يا جماعة حسب لك يا في الوصف تبع الفيديو على أساس أنت كمان تستغله خلينا أضغط على كلمة start a new project طبعا بالشكل هذا طبعا هذا يا جماعة تابعة للدكتور فارفار اللي هو التطبيق نفسه زين لو أنت لحظت فتحت معي الصفحة اللي أنت شايفها أنا ما بدي أي ذاتة من هنا إيجيت وحزفتها طبعا مباشرة إذا بدي أكتب أي جملة أو أي كلمة مفتاحية لازم أحط الإيش العلامة اللي أنت شايفها تمام اللي هو النجمة إيجيت مثلا لسقط الكلمة المفتاحية هذه طيب ممتاز أنا بدي كلمات مفتاحية أساسية تانية طبعا أنا يا جماعة بإمكاني أدخل على الموقع اللي بدي أياه زين طبعا هذه الشغلة بتتعلق فيك أنت ممكن تدخل على اللي هو كيوورد بلنار تبع جوجل أنا ممكن أدخل يعني بدي أركز مثلا على المحتوى تبع يوتيوب تمام لأنه أنا بدي أتصدر فيه يوتيوب بغية الأساسية زين بما أنه بتكلم عن الفيديو تبع القناة تمام طبعا بدي أجي هلوقت وبدأ أدخل على المترجم تبع جوجل هنا إيجيت له بالشكل هذا لو أنت ركزت تشرح إنشاء مدونة بلوجار أدانيها بدون كلمة إنجليزية وهذه تعتبر كلمة مفتحية تانية معناته بدي أجي وبدأ أحط نفس السيستم بالزبط تمام بدي أجي وبدأ أقول له لصق بالشكل هذا وهي أنطر طبعا بأحاول أضيف أكتر من كلمة هو مديك الصيغة أو نمط العمليات البحث اللي أنت بدك تعملها ودغب لك النجمة لها مكانة تمام كل نجمة جزده فيها إش معين المهم جيته كتبت الكلمات اللي أنا بدأ أبحث عنهم تمام طبعا من هنا في عندي لو أنت ركزت كويس في هذا البحث الخانة هادي في عندي كلمة تعدغط عليها طبعا أنا علمت اللغة العربية هالوقت بدي أجي وبدأ أقول لسيد العزيز بلش لو سمحت ابحث وأعطيني داتا طبعا لو ركزت صديقي العزيز تمام هيبدأ يبحث الموضوع أصعب بكتير بالنسبة للغة الإنجليزية أو اللغة العربية آسف لو باللغة الإنجليزية موضوعي كان الطاق ألف أسهل زين أنا من الصعب أطلع معلومات زي ما أنت شايف مش معنى الكلام أنه ما بدعمش اللغة العربية تمام لا هو بيدعمها بس مش هيديك المعلومات لأنت بدك إياها الصافي تمام يعني مثلا جماعة أنا لو بدأ أعيد البحث هنا تمام طبعا خليني أحاول أضغط على نفس السيستم بالزبط تمام هي نجمة ومثلا بدأ أكتب كلمة حب ماشي يا عم جيت عملت عملية البحث اللي أنت شايفها هالوقت تمام هيبدأ أطلع لي كل الداتا اللازمة مش شايف أنه في بحث مناسب مية في المية خلص أكتب الكلمة سادة سادة تمام أنا استقرام حب بيوح أبصر شو طلع لي مية كلمة هنا أو عشرين كلمة لكن مش كفاية معلومات أنا اللي أجتنا مش عجباني زين فبدأ أحاول أكتب بشكل سادة وبدأ أشوف إيش النتيجة اللي بدأ تطلع معي فلو أنت لاحظت صديق العزيز بدي أجي هلوقت وبدأ أكتب كلمة حب بالشكل هذا تمام أو شرح إنشاء مدونة إنجليزية بالشكل هات تمام طبعا أنا ما دنيش أي معنى لأنه إيش خليني أجي وأبعد مسافة وأضيفها تمام طبعا بدي أحاول الفكرة الأساسية إنه خلاص أطلع أي حاجة تثبت لي الكلمة هادي تمام طبعا زي ما أنت شايفين أصدقائي طلع لي كل الكلمات اللي بتتعلق في مين في كذا كذا لكن بشكل مشتت مش بشكل الصافي مية في المية زي ما أنا بدي تمام ماشي يعن وصلت النقطة هادي معناته الموقع اسيسو بحثه مش دقيق لا يعن تعال تعال بس بدنا نفهم الليل لأن أنا يعني حبيت أجرب لك يا باللغة العربية بس عشان وصل لك الصورة ما فيش محتوى عربي من أساسه طبعا لو لاحظت الصديقي العزيز أنا مش قصد أنه أهين اللغة العربية بالعكس أحلى ناس هما لكن الفكرة أنه المحتوى العربي على الإنترنت مش مية في المية تمام خليني أجي وأعكس الآية تمام بشرح إنشاء مدونة إنجليزية خليني أفترض أنه هادي هي الكلمة المناسبة اللي أنا بدي إياها تمام طبعا بشكل مباشر إجت لسقطة هان خليني أحدد كلمة بلوجر ككلمة مفتحية أساسية طبعا بدي أجي وبدأ أحط علامة النجمة تكون موجودة عندها بالظبط تمام وبدي أجي أقول له يابا لو سمحت ابحث وطلع لي كلمات مفتحية حياخد معك في البحث من خليني أقول لك أربع دقائق لخمس دقائق لكن حيطلع لك كم ضخم جدا من الكلمات المفتحية اللي أنت محتاجها تمام احتمال كبير تلاقي الكلمات هادم وتشابه مع بعضها لكن مش معنى هيكة إنه هادي الكلمات ده صديقي العزيز تمام ما إلها أي أجيمة بالعكس هو راح تطلع لك الكلمات اللي الناس بتبحث عنها وين أنا معلم في جوجل سيرتش تمام فهيطلع لك كل الكلمات اللي بتتعلق في كلمة بلوجر ككلمة أساسية أو ككلمة مفتحية تمام حيطلع لك كل النتائج طبعا زي ما انت فقدنا البحث راح ياخد معك شوية وقت لأنه بيبحث خلينا أقول لك بالأبجدية من A إلى Z زين بعد ما يخلص يبحث ويطلع لك الداتا طبعا كل إشي بيطلعه جديد زي ما انت شايف أنا بيعدل إياه فيين رقم ستة يعني طلع ست نتائج تمام ممكن يزيده وممكن يقول له لحد ما يخلص البحث يستبعه تمام طبعا أنا كان المفروض أضيف أكتر من سطر عشان يبدأ يزود لي في كمية النتائج اللي انت شايفها هان يعني كلمة مفتحية واحدة ضفتها هان طلع لي أهم ست نتائج لو ضفت لي خمس كلمات هان راح يكونوا حوالي زي حركة تلاتين خمسة وتلاتين نتيجة زيان بس حبيت توصل لك السستم أو الصورة طبعا من هنا انت قبل ما تضغط أساسا على علامة التشغيل في عندك تحت كلمة ريجون ستنج تمام لو ضغط عليها بتقدر تحدد الدولة اللي انت بدك إياها طيب ممتاز هانا بقول لي طلع لي قديش تمام في عندك مية واربعة عشر كلمة منسوخة وأنا ما اخترتهم مش نهائي بس خليت لك المهمات اللي هو ست جمل مفتحية المطلوبات تمام او اللي عليهم بحث بالفعل طبعا زي ما انتو شايفين تخلص هالوقت معي البحث لو ايجي اضغطت على كلمة ريجون ستنج كان انا بختار الدولة اللي بدي إياها تمام يعني محرك بحث جوجل اتابع مثلا لبريطانيا او الولايات المتحدة او 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 بإمكاني اغير صيغة جوجل كليا محرك بحث جوجل استغني عنه ادخل على امازون او ادخل يا صديق العزيز على يوتيوب زي ما انت شايف فان او يا سيد العزيز على كذا 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 تمام لكن انا اخدت اللي بدي إياه من جوجل سيرتش طيب ممتاز وصلت الاية بالنسبة للنقاط الفوق بالنسبة للتحتها جماعة هدول هما الكلمات طبعا بقدر امسحهم بقدر انسحهم بشكل كامل بقدر استوردهم تمام وبقدر يا سيد العزيز من كلمة اضيفهم بالشكل هده هان تمام ضغط على كلمة موف اول نقلي ستة زي ما انت شايف هان تمام طبعا بإمكاني اصلنا في الكلمات اللي بدي إياها امسح البابديشي اياه كأنه جدول اكسل هذا اللي قدامك ولو انت حابب تحفظ في الكلمات المفتاحية بتضغط على علامة الحفظ سطح المكتب وادي لهم اسم وحيعملك عملية زي ما انت شايف تمام طبعا انا هيك احفظتهم بإمكانك تاخذ الكلمة المفتاحية وتحدد هل بدك تستغلها في مقال في ايش معين في فيديو اليوتيوب نفسه بإمكانك برضو تستغلوا مع صديق العزيز وهتو زي ما انت شايف احنا نسخناهم لو انا اجت على المترجم زين خلينا اشوف ايش نسخته هتو طبعا زي ما انت شايفين اصدقائي الست كلمات اللي انا محتاجهم تمام وانت بناء على هيك يا صديق العزيز برضو قادر تمشي على هذا النمط وعلى هذا السيستيم طبعا اصدقائي بخصوص التطبيق هذا هيكون موجود في الوصف لانه عن جد له اهمية قصوة انا حبيت اشرح لك عن اللغة العربية في البداية باعتزر بس مغلول الصراحة لانه المحتوى تابعها على الانترنت جد ما بدي يكون او انت شايفه ضبل فهو ما حدود بالنسبة للغة الانجليزية ولا حتى بتعدل واحد في المية زين انا باعتزر بالنسبة للنقطة هادي بس عارف ان يحيشي بقولك ايه فعشان هيك ابدأ هنا نوهت للغة الانجليزية يعني لو انا اجت كتبت اي كلمة هام بدي اياها او بدي اكتبها تمام بتقدر اطلع ملايينة الكلمات من خلالها بمعنى مسلا بدي اجي وبدي اكتب سيدر عزيز خلينا احاول انجليش تمام بدي اجي هنا وبدي اقول له بدي كلمة مسلا كار تمام هاي بالشكل هذا زين خلينا انزل سطر جديد مسلا بدي اجي يا بسوس بدي اقول له سيدر عزيز س تي ار اي اي تي وهي مسافة وهي النجمة يا با تمام اجيت كتبت كلمتين بالعدد لو اجيت عملت عملية البحث لهم تمام انت قاعد تتكلم عن كمية ضخمة من اي كلمات طلع لي هنا لا تخافي الكلمات مش متشابهة 100% انت اتو لو لحظت طلع لي 6 كلمات بالعدد لكلمة مفتحية مش 120 و 220 هانا رسمي طلع لي كلمات عليها بحث في عند 59 كلمة لانو كلمة سيارة هيك اساسا واضحة ممسوك في جوجل او جد حالو تمام فطبيعي الكلمات اللي بتطلع قدامك هاي 89 كلمة لحط اللحظة اتعرف عليهم ولساته في البداية هو هان بيبحث زي ما انت شايف طبعا عملية البحث بتكون على قوة الكلمة اللي انت بتبحث عنها طبعا اصدقائي اتمنى انه هذا التطبيق يعني تستفيد منه بشكل عملي وانا باعتزر جدا لو طولت في هذه الحلقة وكل الغاية او المصطحة انه انت تستفيد الله يعطيكو الف الف عافية اصدقائي وسلام عليكم وبخصوص الرابط حيكون موجود في الوصف او التعليق المسبب تبع الفيديو اشتركوا في القناة